إذن مشاهدين كما قلت قبل قليل ضيف تسعون دقيقة أخبار الصباحية سيد فريد مختاري رئيس نقبة الوطنية لموظفي إدارة العدلة الذي يتواجد معي في البلاتو صباحك سعيد سيد فريد أهلا وسهلا بك مرحبا شكرا للاستضافة كذا نبدأ ربما تحدثنا في الكواليس عن السياسات التي تتغير مع مجيء كل وزير للقطاع وتتغير مع السياسة المنتهجة كل وزير يجيب سياسة ربما خاصة وأنتم يعني على كل مرة تتغيروا مع تغير هذه السياسات إذن بسم الله الرحمن الرحيم نشكروا تيجون نهار تيدي ككل مرة يفتحنا القناة نتاعه باش ندلوا بيدلونا ونعطوا أفكارنا وهذا فضاء إعلامي مهم جدا بالنسبة لنا ونشكركوا أستاذ محمد على هذه الاستضافة إذن ما كنت تقول فيه الكلام اللي كنت تقول فيه وصحيح الشي اللي تقول فيه سادك هو إذن معروف أنا وزارة العدالة الموظفيين تواعنا الإطارات نتواعنا الوزارة نتاعنا هي من أكثر الوزارات انضباط لا بالنسبة لأستاذ القوضات أو بالنسبة لأستاذ المستخدمي أمان في الضبط ولا بالنسبة لإطاراتنا وموظفي إدارة العدالة وتعاقب سياسات على هذا القطاع منذ سنوات مغناناش أننا متوصلناش إلى نتيجة يرضى بها المجتمع هذا الشيء هو الواقع اللي نشوفه في المجتمع إحنا نعايشين في المجتمع عدنا التصار مستمر مع المواطنين وإحنا بنصفنا مواطنين معنا نعود نشوفه وش كان في المجتمع والأشياء هذه اللي نحسوا بيها ونسمعوا بيها بالطبع إذن كإطارات داخل القطاع نبدله مجهود كبير بالطبع يوميا يوميا منذ سنوات لكن النتيجة ماهيش في مستوى تطلوعات المجتمع هذا اللي نسمعوا فيه سؤال المطروح هل التجارب اللي نقوم بها ككل الشعوب هل رأنا نستفيد منها ولا كل مرة نقوم بتجربة ما ناخذوش العبرة منها ونكرر نفس الأخطاء لمرات متعددة خاصة إذا كانت هذه الأخطاء بينة وجسيمة لو كان ناخذو بالنسبة لتسيير وزارة العدل ما نروحوش للجانب القانوني منها بالذات نروحو غير سياسات منتهجة في وزارة العدل منذ الاستقلال منذ الاستقلال اللي نومينا هذا نعرف باللي كان أكثر من 18 وزير مرة على هذا القطع تداول عنهم القطع والوزير الحالي هو رقم 19 نحن ما نروحوش حتى الاستقلال نمشو غير من المتصف التسعينات ونجوهنا لو كان ناخذو بعض الأمثلة كان عمنا وزير في فترة معينة في المتصف التسعينات تأخذ قرار واعتقد باللي هذه هي سياسة ناجعة كان صدر مئات من المذكرات من تعليمات الكتابية إلى الجهات القضائية والمسلمين القضائيين واعتبر باللي هذه الوسيلة التي تسهل القطع هي الأنجاح كان معتقد باللي هذه الطريقة هي الأنجاح ربما يعني الركيزة ونقطة قوة قطاع العدلة هي حتى كل القطاعات هي الموظفيها يعني رغم العديد من الإصلاحات وكذلك ربما عصرنات قطاع العدلة إلا أنكم طالبوا بسياسة وطنية شاملة خاصة في قطاع العدلة أدركنا نعطيك الأمثلة هذه أدركنا نقول لك باللي هذه السياسات هذه كل ما تنتهج سياسة معينة يجي وزير من بعدها ينتقدها ويخبطها عرض الحائط قلت لك بالفينتصف تسعينات كان عنا هذا الوزير هذا أعتقد باللي هذه السياسة هي الناجحة وهي اللي ممكن توصلنا القطاع متعنا إلى المستوات عالية جاء وزير من بعده إلغاء كل هذه المذكرات واعتبر باللي هنا تسير هذا كارثي للقطاع يجي وزير من بعد كذلك يعتبر باللي ممكن أن منفق القاضاء عندما ندخلوا فيه إدارة حديثة وإطارات كفأة وغيرها يكون هذا الأسلوب هو الأنجح لتسير هذا القطاع يمشي هذا الوزير هذا بدون أن تكون هذه السياسة منتاعه منتهجة ومتبنات من طرف العاملين كل العاملين في القطاع يمشي القطاع الوزير هذا وتمشي السياسة منتاعه معه ويجي وزير وحد آخر وبمجرد أن مسؤول سامي في القطاع يصدر مذكرة تفرغ مرسوم التنفيذ المتعلق بتسير المالي والإداري للجهات القضائية من محدوات مع أنتها السياسة التي كانت منتهجها الوزير السابق وكنا ماشيين فيها ومعتقدين بهذه السياسة ربما هناك اختلالات أزيد من 10 ألاف موظف الآن نعم في قطاع العدلة يعني لازم تلو سياسة خاصة ما وشغير 10 ألاف موظف 10 ألاف موظف هذه إذا إذا اعتبرنا نتكلم عن الإطارات والموظفين تاعدارة العدلة إذا تكلمنا عن المستخدمي أمان تضبط إذا تكلمنا عن القضاء إذا تكلمنا عن الأسراء العاملة بالقطاع بما فيها المحامين هي تدفع بما فيها مساعدة القضاء رننا مئات الألاف يا سيدي المحترم وكل هؤلاء عندهم دور وعندهم تأثير مباشر على المجتمع والناس كل تنتظر فينا تنتظر أننا نوصلوا إلى نتيجة إحنا اللي نعملوا الداخل رننا نقول بلي رننا نعملوا رننا نخدموا رننا ناشطين ورننا منضبيطين ورننا كل ما يلزم الحال لكن النتيجة وره آخرها دركوا وصلنا كان عنا وزير ثاني بش نبقوا غير نتكلموا على هذه السياسات المنتهجة يجي وزير واحد أخر يقول بلي رح نضخ إمكانية مالية وبناء مرافق قضائية محترمة وغيرها هي النتيجة هي السياسة اللي حتنجحنا القيطة يمشي الوزير هذا يجي وزير واحد أخر يعطينا تصريح خاطر من خلال انتقاده لهذه السياسة ويقولنا بلي السياسة المنتهجة في تسير المال العام وفي تسير الوزارة هذه مع ماذا هو ربما المشروع اللي تقدموه نتوما بالنسبة لحنا وشنا نطالب على هلا ننتقدو في هذه السياسات لأن كل وزير يجي يعطينا سياسة وهو يمشي سياسة تعود خاصة خاصة مع دائما نتحدث عن إصلاحات دائما منذ سنوات في قطاع العدلة إذن ممس كونش للإصلاحات احنا علشان نتكلم وشي هذا علشان نقوله بالوزير عندما يمشي سياسة المنتهجة تمشي معه علاه لأن هذا الوزير هذا يعتبر بالسياسة المنتهجة يمشي سياسة تعود ومشي سياسة أنتعود معدها لازم يشرك كل المتعاملين في القضاء في هذه النقطة سي فريد ربما من نقاط الضعف على مستوى قطاع العدالة غياب الشركاء الاجتماعيين يعني تكسح هذه النتيجة نحب نوصلها من بين أننا مشركناش كل المتعاملين في العمل القضائي كانت عندنا ندوة وطنية في 2005 وخرجت بمجموعة من توصيات لكن تنفيذ انتح علاش أخذينا نقطة واحدة أو نقطتين أو ثلاث نقاط من مجموعة المشروع لازم يكون عندنا مشروع وطني يشارك فيه الجميع بما فيه القوضات بما فيه مستخدمي أمان بما فيه موظفي إطارة إدارة العدالة بما فيه هيئة الدفاع بما فيه المساعدين القضائي كل المساعدين القضاء مع أن تكون عندنا سياسة يتم الاتفاق عليها ويتم تحديد رزنامة زمنية لتنفيذها ويعطيها الإمكانية المادية والمالية والبشرية لتنفيذها ويلتزم بها كل مسؤول يتقلد منصب هذا السام اللي هو إدارة وزارة العدل يلتزم بهذه السياسة ولا يلتزم بسياسة أخرى وتبقى هذه السياسة هي سياسة الجامعة إذا حبينا ننجحه في هذه الفكرة علىها أن نقول لك نحن نتعجب كإطارات في وزارة العدل نتعجب كيف هي وزارة بهذا الحجم هذا بالإمكانية هذه بالأهمية وستراتيجية لتعويضات العدل ما عندها شركة اجتماعية هل يعقل أن وزارة كما يوزارة العدل تمشي ما عندها شركة اجتماعية رغم أن إخواننا مستخدمين أنا أمنت الضبط على أهميتهم وعلى عددهم ما عندهم شركة ما عندهم ش النقابات مثلهم إخواننا إطارات ومضف إدارة العدل على أهميتنا وعلى مكانتنا في القطاع رأنا نتكلم هذه السنة والسنة الأخيرة نتكلم على عصر أنت القطاع هذه سياسة جبها الوزير هذا اليوم رأيتكلمنا عصر أنت القطاع ومواكدة عصر أنت القطاع ربما هل دخلت في حوار جاد مع وزير العدل حافظ الأختم ما طيب لوح الآن وقدمتوا المقترحات ما كان حتى حوار يسيط ما كان حتى حوار وكل كل أساليب الحوار انقطعت وجسور الحوار انقطعت مع الوصاية الوصاية لا تعترف ما بينها أصلا نظرك أننا موجودين بالنسبة الوصاية النهائية وكأننا موجودين علىه كان عندنا وزير في فترة معينة اتصلنا به وكانت سياسة أننا شجعنا لتأسيس هذه النقابة وقال بليه أعطانا الإمكانيات ودعمنا وشجعنا معنويين ومدين وماليا هذه سياسة الوزير راح تسياسا جاء وزير وحد أخر راح يعتقد بليه هذي النقابيين هذا وما نحتاجهم شي يكفي أنا كوزير ندفع عليهم ولا نحن نجيبهم حقوق ماذا ما يكفيش أن الوزير هو اللي يدفع الموظفين لازم يكون هذا الشركة الاجتماعي اللي راح يتكلم باسم الإطارات هذا وباسم الموظفين ويعرف الحلول التيعه وكيفاش نطبقوا هذي الحلول كما الناس اللي تعملوا في القيطة نعم إن قضاءات إن مستخدمي أمان ضبط أو إطارات وموظفي إدارة العدار نحن نمناش نتصوره كيفاش هذه الوزارة تعمل بدون شركة اجتماعية هذا هو السؤال لنا نطرحه هل هناك في العالم وزارة بهذا الأهمية هذه ما تعملش مع شركة اجتماعية ما تعملش بالسياسة انتحها وكنت نجح أنا قبيل كلامك هو الكبير أنا قبيل كنت نتكلم على مجموعة من الوزارة أنا نتوقع لحسب التجربة اللي شفناها خلال السنوات اللي فات عشر ولا عشر سنة اللي فات نتوقع بالسياسة اللي ره ينتهش فيها الوزن الحالي رح يجي وزيره في فترة معينة ورح يقولنا تأكد رح يقولنا السياسة المتهاجة في الفترة الفلانية لا تصلح ولم تكون مجدية وانا عندي السياسة الوحر وتبعوني فيها ورح نقود دواليك نتمشي بطريقة هذه طالبتم ربما بإخراج موظفي الإدارة في قطاع العدلة من قانون وظيفة العمومية بالطبع هذا مطلب منذ سنوات ونحن نطالبه به وما كانش اللي سمعنا وما كانش اللي بغايا يخوض الكلام انت عنها بيعين الاعتباء إحنا اللي نقولك إحنا اللي نستعجبين على أن القطاع هذا يزخر بالكفاءات يزخر بالكفاءات للمهنية لمهنيتهم ولخبراتهم ولكفاءتهم العلمية يزخر بهم قوضات ومستخدمة منذة وإطارة الإدارة وحتى إخواننا المساعدين من المحامين ومع ذلك لا يؤخذ برأيهم ولا يستشارون إلا نادرا قبل ما نكمل في هذه النقطة ربما أنتم تمثلوا أي فئة داخل قطاع العدلة موظفي الإدارة الإداريين العاملين بقطاع العدلة وإحنا ما يكلين على كل حال النقاب أنتم تأسيسها بشكل شرعي والقيادة انتحها شرعية وأنا كنت أتكلم باسم رئيس النقاب أنا إنسان شرعي أنا المنصب تأسي شرعي ما رجل نتكلم عنه عن فرع فلقتوا كذلك سي ثريد بصيغة قانون أساسي خاص بموظفي إدارة العدلة نعم بتكلمنا هذه من بين المقترحات التقنية قلنا بأن هذو الناس هذو اللي يعمل في القطاع هذا موش ممكن نخليوهم ما نعطوهم مش هذو الأهمية الأهمية هذين نعطوها هذين نعطوها هذين نعطوهم عندما نعطوهم قانون خاص بهم يسيرهم يحميهم من جانبهم المهاني ومن جانبهم الاجتماعي عندما هذا الموظفين هذين يكونوا محميين مادياً ومعنوياً وأخلاقياً ومهانياً تأكد بأن المرضودياً سوف تكون شيء خارق للعادة وهذا هو المطلوب موش ممكن أن الناس هذو يكونوا يعملوا في القطاع هذا وينتوقعون منهم أنه يعطونا مرضودياً والمرفق هذا يوصل النتائج المرجوة والناس اللي تكون تعمل في القطاع هذا تعاني وما تكونش مرتاحة لا مادياً ولا معنوياً ولا مهانياً نعم ربما قبل أسابيع سمعنا بأنه حاولتوا تدخلوا في حركة احتجاجية وتشلوا قطاع العدل والله من الأمور سهلة جداً جداً هو شل القطاع موش حاجة سعيبة بزير لو كان يقرر الزملاء أنت وانا غضوة الصباح يدخلوا في إضراب يدخلوا في إضراب بسراء وتم شل القطاع لأكثر من شهر بصحب يدون نتيجة النتيجة الوحيدة أن المواطن تضرر من هذا الإضراب مصالح المتقاضي مصالح المواطنين كن يقولون مصالح المتقاضي مصالح المتقاضي ماتها مولينا ماتها ابن عمنا ابن عمتها الناس اللي رمي يلشأوا لنا القاضى هذول رح نضرهم الناس اللي رح تقررنا وتعطينا الحقوق انت على القطاع هذا وتسمع الآراء انت ما رح تتذرر والتجربة هذه تمت لو كتقول لي تخرجوا في إضراب سهل قضية الإضراب هي بذان بيان يصدر عن قيادة النقابة وإحنا إخواننا المعاملين في القطاع بما فيها مستخدمي آمنة الضبط ولا الإداريين والإطارات انتواعنا احنا متفقين ونحن على الاتصال دائم لو كنا قد والصباح هنقرر نخرجوا في إضراب نخرجوا في إضراب والحل هل هذا حل هذا هو الحل اللي رح نصلوله ربما تحدثت كذلك حول نقطة المصدقة الإلكترونية قلت بأن تجارب البلدان التي سبقتنا أكدت بأن الأمور التقنية تخضع دائما للعامل البشري في النهاية أنا نحب نسكسيك أنت كصحفي سيه أستاذ محمد كصحفي ورك على الطلاع الدائم عمرك سمعت مسؤول من مسؤولي الوزارة تعني تكلم عن العامل البشري اللي يعمل في القطاع منذ سنوات واحد تكلمنا على العمران واحد تكلمنا على الأموال اللي يجب أن نضخوها واحد تكلمنا على سياسة عامة واحد يتكلمنا على الإلكترونيك والوسائل الحديثة لعصرة القطاع وش كولين نفضلك شيء هذا هو الموظف هو العامل البشري هناك بعض رجال القانون يقولوا بأن كل قطاعات أو قطاع العدالة ليس فقط ربما بناء تحتية أو مكاتب أو أجهزة حاسوب وعامل البشري أنا سمعت برلماني يخاطب في وزير العد في جلسة علنية عندما تنقش وقانون عصرة القطاع يقولوا ما كانت القطاع وصلنا ونتكلموا على ما كانت القطاع ووزارة العدالة وصل بنا الحال هذا هو إحنا وش أننا نقول ونقولوا بأن هناك إطارات هناك كفاءة كبيرة موجودة في القطاع وعندنا تجربة كان سبقنا درنا حصة في قناة النهار هنا وتكلنا منها التجربة الفريدة لوزارة العدل التي تتمثل في دعم مرفق القضاء بأداة أساسية وهي إدارة مستقلة وإحنا كنا تكلمنا سابقا على استقلال القضاء استقلال السلطة القضائية قلنا بالاستقل السلطة القضائية فيها جانبين الجانب القضائي وفيها الجانب المالي والإداري هذا الجانب المالي والإداري إحنا عمنا النواة هذه وعمنا الآدات موجودة في القطاع لكن ما نحن نتكلم عن العام البشر اللي رح ينفذلنا هذه السياسة هذه نقطة الضعف في كل السياسات كنت نقول بل نشيل لك هذه التجالب يفتنع لها من كل نقاط الضعف الموجودة فيها من كل وشي هو أننا معطيناش الجانب البشري الأولوياتي والأهمية وهنا هذا وعيب علينا أنا نكلم في الكلام هذا في 2015 والله يد بي خجل كبير كيف أعاتب المسؤولين المباشرين على القطاع أنهم في 2015 ما زال معطاوش المكانة الأهمية للجانب البشري اللي عامل في القطاع ربما النقطة اللي تركزوا أنتم عليها أنه العامل البشري هو ربما العامل الرئيسي في تكريس عدلة عصرية والله ما اكتشفنا حتى شي جديد هذا الأمر دول المتقدمة دول اللي وصلت ونجحت كيفاش نجحت؟ نجحت أنها أعطت للعامل البشري مكانته الأساسية وفقت والحمل البشري هو يدير كل شي الآلات والالكترونيك والوسائل الحديثة وسيتسير كل أمور موجودة أعطي العامل البشري هذا المكان الأساسي والمكان اللائق وتشوف النتيجة اللي ممكن نصل لها نعم ربما من ربما الإصلاحات الحالية كي نصل إلى ربما عدالة وقضاء سيادي الإصلاحات يجب أن تتوافق كذلك مع الحقوق الاجتماعية الحقوق المهنية لعمال وموظفي إدارة قطاع العدلة هذا هو خلاصة القول لأن التجارب الموجودة في العالم وناجحة رأي موجودة نحن ما رح نكتشفه حتى شي جديد ومهوش مطلوب مننا أننا نكتشفه شي جديد التجارب الناجحة موجودة ممكن أننا ناخذ بعض النتائج التجارب الناجحة ونطبقوها في بلادنا لكن الشيء المهم أنك تعطي العامل البشري هذا أهم نحن نتفاجع دائما نبقى في النقد ومعلى كل حال احترامنا ومكانة الوزير الحالي في قلوبنا رب يعلن بها ونحترموه من سنوات منذ كان نقيب على القضاء وكان يدافع على القضاء والما كانت تعبين في قلوبنا عنده مكانة خاصة لكن نحن نستمع التصريحات الرسمية للوزير عندما يتكلم على استقلاية السلطة القضائية عندما يتكلم على عصران تلقيطة عندما يتكلم على الحريات في المجتمع استقلاية السلطة القضائية مفروق منه مطلب شعبي والجزائين كل يتابعوا فيه والجزائين هما أولى الناس في العالم اللي ممكن لازم تكون عندهم عدالة مستقلة وعندهم عدالة بمعنى الكلمة نظرا للتضحيات هذا الكلام اللي نقول فيه موج دماغ وجي نظرا للتضحيات اللي قدمها الشعب الجزائري إحنا الشعب من دون شعوب في العالم يقدمنا تضحيات جسام يا سيدي المحترم مليون ونص شهدوا أكثر ضحى هذا الناس كل على جالة الحرية وعلى جالة العدالة عندما نتكلم على عصران تلقيطة مفروق منه 2015 وما زلنا نتكلم على عصران تلقيطة هذا هو شيء بديهي لازم تكون عندنا عصران تلقيطة ما زلنا نخدمه بالماشينات رح نتكلمه نخدمه بالآلات الحديثة ونتكلمه وقنات نتعكم كل يوم رحي فيه تطور جديد أنا اليوم جيت لقيت حاجة جديدة وش جاد وش جديد فيها هو المكنة ننتعها وهو الجانب التقني هذا العظيم اللي رح موجود الآن كل يوم لازم يكون جديد هذا مفروق منه نتكلم عن الحريات ما نتكلمش على كل الحريات في المجتمع مفروق منها لازم تكون الحريات هذه في المجتمع احنا نتكلمه على جانب واحد من بين الحريات لأشارت لها كل موثيق الدولية وكل عراف وجميع الدسارية تقريب كل الدسارية وهو الحق النقابي هل الحق النقابي اليوم نخاطب الوزير هل الحق النقابي مضمون في قطاع وزارة العدل يا سيد المحترم إذا كان مضمون واحد من الحقوق النقابية النقابة نتعني خليها تنشط ربما أنتم كنقابة لموظفي عمال وإدارة قطاع العدل ربما وشنه هي المقترحات اللي تقدموها الآن العمال يعني يشتغلوا في جهاز حساس وربما جهود كبيرة تبذل من قبل الموظيفين والعمال وشنه هي المقترحات اللي تقدموها ربما احنا احنا باتصال دائم مع زملائنا وإطاراتنا والنقابة نتعني رهي موجودة في كل الوطن احنا الاتصال نتعني دائم معهم وش يثبتنا يثبتنا بالنزمال نتعني ثابتين في مواقعهم والناس كل رهي منضابطة والناس كل رهي تشتغل والناس كل تبذل ما ما استطعت باش تحسن الأوضاع عن تعال عادلة الجزائرية وباش تكون في مستوى طموحات الشاب الجزائرية هذا مفروغ منه واحد كينوض الصباح ويروح المكتب وش يروح يدير يروح يخدم ويبذل المجود إذن رهي يطبق في سياسة سياسة موش ما اشتركش فيها سياسة فوردة عليها احنا نطلبه ربي ان شاء الله هذه السياسة تكون ناجحة ما يجيناش وزير واحد آخر غضوة يجينا وزير يقولنا يا جماعة الشي اللي كنتوا تديروا فيه وتعبتوا ودرتوا كثير خيركم مسحكتوا غالطين كنتوا داخلين في حيط أرجوحنا نوري لكم ندير لكم سياسة واحدة آخر وتبعوني أنا على بلي وش ينديل تجربة فتنا فيها شحام نحام شحام نتجرو بدرنا نقول لكم من التسعينات وإحنا جايين كل وزير يجي يقولك غيرنا اللي نعرف تبعوني ونمشو معاه الحل أنك تشرك الناس وتسمع للناس وش يقولولك هذا هو الحل الحل حل البيبان للناس واسمع الآراء نحن كنقولوك نقابين اسمع الآراء نحن مرحش نسير القطاع نحن نعطوه آراء وفقط خذ بها إذا كانت ناجحة خذ بها وإذا ما كانت ناجحة قال بارك الله وفيكم إحنا ولا غيرنا إحنا ولا قضاء ولا إدارة العدالة ولا محامين ولا مساعدة القضاء مخبرة ومثيقين وغيرهم هذن كفاءات كل مكفاءات كيفاش عندك هذا الخير كامل بين يديك وما تستعملوش وما تحاوش تستغلو وجيبنا سياسة من عندك أنتا وتنتظر أنها تنجح تتوقع الشيء هذا يكون تنجح في فترة معينة لأنك أنتا تقول بالله هيا نجحت راح يجي واخت واحد يقول كل هذه والله ما يناجحها ربما كذلك جزء من سياسة الإصلاحات يجب يجب أن تتوفر وكذلك أن تتحقق بالاستماع للشركاء بالتأكيد بالتأكيد ما كيش حل وحدة بالتأكيد لازم تكون عندنا سياسة يشارك فيها الناس كل ويقتنعوا بها الناس كل عندما نشاركوا فيها محشون شاركوا فيها كيما يقول الاخر بوليتيك بغي نهدر وتسمعني وخلاص إذا نهدر عندي حاجة تقنية وحاجة ثابتة وحاجة ناجحة وتجربة بين ونقول لك عليها وتنفذها لازم تنفذها نعم ربما كلمة أخيرة نختم بها هذا كلمة أخيرة هذا هو أن إذا أنت لازم يتحلوا الأبواب هذا للحوار الحوار الحقيقي موش حوار لأننا نسمعه في التصريحات هذه الرسمية تصريحات كيما يقولك الفرنسي مسؤول للمسؤول يصرح بها ومسؤول عليها على كل حال نحن موذبين تصريحات هذه نلقو الصدان تاحها في الميدان والناس اللي تعمل داخل في القطاع عندما صباح نروح للمكتب نتاعي نروح نطبق جزء من سياسة نتاعينا ونمشي وننفذها وقلبي محلول هذا كالشي إن شاء الله ما نكونش مرغم نفذ في سياسة وفي راسي لداخل خاصة للنس راحنا وعي كبير وذلك عند الزمال أنت وانا يقولك أنا نطبقه في سياسة يا جماعة بسح ممكن أنا عام عامين ثلاثة تتغير يقول مش يغير تتغير يقولكم يا جماعة تتعب ليدرته كمنا وما يصلحش شكرا لك سيد فريد